لو انت لسه ما اشتريتيش تجم الستلس لحد دلوقتي فاحنا النهاردة هنوضح لك حاجات مهمة جدا جدا جبل ما تشتري تجم الستلس لازم تعرفيها النهاردة هنتكلم عن موضوع بيهم كل ست بيت وكل عروسة بتجهز مطبخة هنتكلم عن ازاي نشتري تجم الحلل الستلس يكون اصلي ونفرق بينه وبين التجليد فلو انت محتارة ومش عارفة تبتدي منين فالفيديو ده معمول مخصوص ليك وكمان في نهاية الفيديو في مفاجأة حلوة هنجلكم عليها بامر الله تعالى فيلا مع بعض نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله ولايك للفيديو واشتراك للقناة لو اول مرة تشوفينا وخلينا نعرف ازاي نشتري تجم الحلل الستلس الاصلي ونتجنب التجليد اول حقيقة لازم نكون عارفينها ليه بنشتري تجم الستلس الاصلي تجم الستلس من الاطجم المهمة في جهاز العروسة واللي لغينا عنه في اي مطبخ ومن اهم اهم الاطجم اللي لازم كل عروسة يكون عندها تجم الحلل الستلس الاصلي بيكون متين وبيستحمل معانا سنين كمان الستلس الاصلي بيحافظ على طعم الاكل وما بيصديش يعني ما فيش صدى ولا فيه اي مشاكل غير كده مش بيسرب اي مواد ضرة وبالتالي هيكون مهم جدا على صحتنا وصحة اسرتنا وعيلتنا وانت بتشتري بقى طجم الستلس اهم حاجة لازم تركزي على نوع المعدن المستخدم في طجم الحلل الستلس لازم تتأكد ان هو استلس اصلي ويكون 18 العشرة او الكواليتي بتاعه 304 عشان دول هما اللي بيدوا جودة ومتانة للطجم كمان لو لجيت الشعار بتاع الشركة مطبوعة على الطجم بشكل واضح زي ما وضحنا في كل المنتجات التركية اللي موجودة عندنا ده بيكون مؤشر على انه طجم اصلي كمان وانت بتشتري تجنب القطجم اللي يكون فيها اي علامات مش واضحة او اللي يكون شكلها غريب والختم بتاعها مش صناعة مثلا تركيا made in تركيا او material turkey او موديل لتركي نخلي بالنا لازم نختار made in تركي مش material ولا موديل او كلمة تركي بس ورضو نجلج ونشك في الطجم ولو الحروف بتاعته مش بارزة برضو ممكن يكون مش اصلي فلازم نتأكد جدا جدا من المعلومة دية لو لجيت الطجم رخيص بزيادة خلي بالك اللي استلس الاصلي بيكون سعره اعلى شوية من التجليد لان الخمات والتصنيع بيكون بجودة اعلى فنخلي بالنا زي فيديو عملنا جبل كده تكلمنا فيه على الفرج ما بين بونيرا وبونسيرة فرج في حدود 1000 جنيه ما بين الطجم ده وده لكن حرف واحد ممكن يغير من اسمه بونيرا لبونسيرة فنخلي بالنا من الكلام ده كمان اللي استلس الاصلي بيكون تجيل شوية يعني ممكن حضرتك تمسك الحلة في ايدك وحاول تحس بوزنها كده لو لجيتيها خفيفة زيادة عن اللزوم دي ممكن تكون تجليد فتخلي بالك برضو وانت بتشتري طجم الحلال اللي استلس كمان جبل ما تشتري طجم اللي استلس فكر كويس في احتياجاتك انت بتطبخ كتير محتاجة حلل بأحجام مختلفة لو بتجهز مطبخ جديد يفضل تجيبي طجم شامل يكون فيه كل الاحجام اللي ممكن تحتاجيها كمان مهم جدا تشتري من مكان يكون موصوق فيه عشان تتجنبي اي تجليد او اي غش برضو ممكن تجري التعليقات اللي الناس بتكتبها عن الاطجم او الطجم اللي حضرتك نويتي تشتريه دايما هتلاقي حد بيشارك تجربته وده هيفيدك كتير فانك تعرفي الطجم جودته كويسة ولا لا بعد ما تشتري الطجم في اختبار زغير برضو ممكن تعمليه وهو موضوع المغناطيس في بعض الحلل بيكون الجاعدة بيمسك فيها المغناطيس دي ما فيهش مشكلة لكن لو الطجم كله على بعضي بيمسك في المغناطيس برضو دا ما بيبقاش استلس ناقي 100% فتخلي بالك من الملحوظة الزغيرة دي لكن عاية دي ممكن يمسك من الجاعدة ما فيش مشكلة لكن لو مسك الحلة كلها يبقى كده الاستلس اللي معاك ده مش استلس اصلي بيمسك في الجاعدة ليه طيب الجعدة بتاع الطاجم اللي استلس بتكون فيها نسبة حديد عشان ما تشيطش الاكل وانت بتعمليه المهم انك تستثمر في طاجم يكون هيعيش معاك سنين من غير مشاكل فالاستلس الاصلي هو افضل اختيار لصحتك ولصحة عيلتك بفضل الله عندنا في معرض منزلي لعضوات المنزلية اطجم الاستلس بمركات مختلفة مركات تركية ومصرية و18 على 10 اصلية تقدروا تشوفوها وتختاروا المنتج اللي يناسبكم وبنشحل لجميع محافظات الجمهورية بفضل الله احنا بننصح النصيحة الواجه لله اشتريته من عندي خير اشتريته من غيري دي ارزاق بتاعت ربنا سبحانه وتعالى بس احنا بنوضح لكم عشان محدش يغشنا في اي منتج واي منتج نشتريه يعيش معانا بفضل الله اطول فترة ممكنة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلوا الجرس ويريد تشاركوا الفيديو عشان غيركم يستفيد من كل المعلومات اللي بنقدمها على القناة احنا في معرض منزلي لادوات المنزلية بنقدم لك مجموعة من الريفيوهات والمراجعات واسعار كتير من المنتجات بنبين لك المنتج الاصلي من التجليد علشان لما تنزل تشتري من السوق يكون عندك خلفية عن كل المنتجات اللي بتشتريها بفضل الله تعالى اما بالنسبة للمفاجئة اللي احنا عاملينها فاحنا عندنا عرض مستمر في معرض منزلي لادوات المنزلية على جميع انواع اطجوم اللي استلس هيظهر معاكم الفيديو حالا بنتمنى تدخلوا تشوفوا الفيديو ولو عجبكم اي منتج احنا في فضل الله بنشحن منتجاتنا لجميع محافظات الجمهورية ما تنسوش تصلوا وتسلموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولايك للفيديو ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير من معرض منزلي للادوات المنزلية بنشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته